أنا أتذكر موقفاً من أكثر من عشرين سنة أم ابنها تفوق في الدراسة وقبل في كلية الطب نعم فلما قبل وأخذ الملف وذهب إلى الجامعة في الطريق وقع عليه حادث فمت الله وملفه في سيارته الجديدة الجميلة التي اشتريت له بعد نهاية الثانوي المشكلة عندما أتى الناس يعزونها كانت تبكي بحرقة فكان الناس يصبرونها يا أم فلان الذي قبضه وأمر بموته هو الله الذي أودعه أول مرة والذي أوصله إلى هذا العمر هو الله والذي جعلك تتمتع به إلى هذا العمر هو الله وذهب إلى الله ويحاولون أن يسلونها فقالت أنا لا أبكي موته ما كان يركع لله ركع أعوذ بالله لذلك نقول لأبنائنا إياك أن تعرض أغلى ما تملك الدين إياك أن تعرضه للخطر فتخرج من بوابة كثير من أهل العلم أفتى بأن ترك الصلاة ولو لم يكن جحدا لوجوبها كفر شماحة شيخنا الشيخ عبد عزيز بن باز كان يقول إن ترك الصلاة تساهلا في أصح أقوال أهل العلم أنه كفر نخشى على ذاك الذي يترك الصلاة تركا كليا أن لا يبقى في حوزة الإسلام ودائرته وماذا بقي من أنه؟ نحن نخشى عليك ما نكفر الناس نخشى عليهم نحبهم وبعض أهل العلم قال بأنه لا يكفر لكننا نقول لك أنت أعلم بأن العلماء اختلفوا فيك صح هل أنت في دائرة الإسلام أو خرجت منها؟ ثم إننا نتحدث أنت المحتاج يا بني وأنت يا بنيتي أنت المحتاج لأن تتصل بالله وأن تعرج روحك إلى الله وأن تنكسر بين يدي الله أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد أمنياتك ليست بيد أبيك ولا بيد أمك أمنياتك بيد ربك فكيف تتحقق أمنياتك؟ والبعض مغرور البعض مغرور يقول لا زلت متفوق لا زلت أقرأ لا زلت أسعد وكفهات وسفريات ولا زال الله يعطيني وأنا ما أصلي والبعض إذا سافر خارج البلد ما أيقظه أحد ترك الصلاة والبعض يعبث بالصلاة والبعض يذهب ولا يصلي حتى يعود نقول إذا كان إذا كان الله ينعم عليك ولا زلت تعصيه وتترك الفريضة التي هي عمود هذا الدين وأول ما يحاسب العبد عليه فاعلم أن الله يستدرجك ليس حب نعم وليس خيرا لك وليس خيرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك